هذا وقد عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وعدد من الموضوعات وملفات العمل الأخرى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع اطلع مدبولي على آخر تطورات الوضع بشأن طلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية حيث تم عقد اجتماع بين هؤلاء الطلاب وقيادات الوزارة للتعرف على طلباتهم والاجابة على استفساراتهم الخاصة بمستقبل دراستهم الجامعية في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السودان شقيق يأتي ذلك فيما شهدت الاجتماع ايضا استعراض مقترحا للقبول بالجامعات الخاصة والاهلية